اشتركوا في القناة لقد استجابت مملكة البحرين لتحديات مكافحة الاتجار بالاشخاص في السنوات الاخيرة من خلال نهج متكامل يتمركز حول احتياجات الضحايا خطة اصلاح سوق العمل التي دشنت في عام 2004 في مملكة البحرين وكانت الاولى في المنطقة وما زالت الاطار الرئيسي الذي يعزز توازن بين حقوق العمال الوافدة واصحاب العمل بهدف تعزيز احتياجات سوق العمل مع ركيزة حفظ وصون قرامة الانسان هذه الرؤية من قيادة مملكة البحرين الرشيدة والجهود المبذولة والمستمرة من اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص هي التي ادت الى حصول مملكة البحرين على هذا التصنيف المرموق في عام 2018 وتمت المحافظة عليه الى عام 2023 على مدى ستة اعوام على التوالي نعم استاذ محمد ما هي اوجه التعاون بين بعثة المنظمة الدولية للهجرة وكافة اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ووزارة الداخلية المنظمة الدولية للهجرة بصفتها وكالة الهجرة التابعة للامم المتحدة شرف دعم مملكة البحرين في العديد من القضايا المتعلقة بالهجرة في السنوات الاخيرة ليس حصرين على قضية مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال التعاون المثمر مع اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص بقيادة حقيقة تنظيم سوق العمل كرئيس للجنة تدعم منظمة دولية للهجرة الجهود الكبيرة التي تقودها المملكة في مكافحة الاتجار بالاشخاص من خلال تقديم برامج تعزيز بناء قدرات دراسات فنية وتبادل افضل الممارسات الدولية مع دول ومنظمات اخرى ذات اختصاص وعلى سبيل المثال نظمة المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية ورشة عمل لمسئولي امتاز القانون لتعزيز قدراتهم لتحديد ضحايا الاتجار والاستجابة لهم تعمل منظمة الدولية للهجرة ايضا مع اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص تحت مظلة المركز الاقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالاشخاص لانتاج مناهج تدريبية للعاملين في الخطوط الامامية حول جميع جوانب تحديد ضحايا الاتجار والاستجابة لهم كما تم دعم هذه المواد التدريبية على مستوى التشغيلي من خلال تطوير اجراءات تشغيلية موحدة تستهدف المسئولي في العدالة الجنائية وقطع طيران والصحة ومفتش العمل وممثله مراكز الايواء ووسائل الاعلام وتتطلع المنظمة الدولية للهجرة الى موصلة البناء على هذا التعاون في السنوات القادمة محمد الزرقاني رئيس بعثات المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر